قد يكون لديه علم بالترتيبات اللوجستية كمعلومات ليست متوفرة لدي لكن من سياق الأحداث تدرك أنه كان على علم بالترتيبات اللوجستية بالتأكيد أما مسألة التوقيت على ما يبدو أنه كان توقيت حمساوي يعني فلسطيني خالص ولعل المقصد حماس أن يكون لديها التوقيت الخاص لأن حماس رغم تحالفها مع إيران ومع قوى الممانع التابعة لإيران إنما أيضا حماس تريد أن تحتفظ بمساحة خاصة بها فعلاقتها علاقة حماس مع إيران ليست علاقة عضوية مثل ما هي العلاقة بين مثلا حزب الله وإيران فحماس تريد أن يكون لديها هامشا لا يتطابق مع الهامش الإيراني قد يتقاطع ولكنه لا يتطابق تقول أن هذه العملية وضعت صدقية نصر الله في تحرير القدس على المحاك لأنها كانت بمثابة الفرصة التاريخية التي أعد حزبه لها العداء هل كذب الحزب في عملية رفع شعارات المتعلقة بتحرير القدس وتدمير إسرائيل أو خذل حركة حماس وما تأثير ذلك على محور المقاومة وأتباع هذا المحور وأتباع هذه الشعارات بعد هذا الخطاب يعني هو في لبنان يدرك أكثر اللبنانيين أن مسألة تحرير القدس على يد حزب الله تحديدا هو شعار أكثر منه واقع موضوعي يعني لا توجد أساسا له تكوينات عسكرية وتجهيزات أمنية كافية لهكذا مشروع هو عنوان تعبوي قد يعني يحمل سمة أخلاقية لأنه يريد أن يدافع عن قضية أخلاقية لكن اللبنانيون من الأساس يدركون أنه شعار تعبوي لتعبئة قاعدته لتعبئة جماهيره وليس يعني لا يقوم على أرضية موضوعية حماس أنا برأيي بمشهد الذي فعلته الأخير انتزعت زمام المبادرة من حزب الله يعني يمكن كان شوي حزب الله خطاب قضية تحرير القدس بالشهرين الأخيرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة كان خطاب عالم وطيرة وطيرة وكان يتكرر باستمرار على المقاطع لأنه وقتنا شارف على النهاية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة